السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 السلام عليكم 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 وبركاته في بعض الاحيان احنا حتى لنشأ مثلا النسيج الصالحي بدل عن النسيج المعطوب حتى نصنع هذا النسيج نحتاج إلى مكونات أساسية كثيرة يعني على سبيل المثال عدي الآن مثلا الشكل صيوان الأذن أو شكل مثلا نسيج متميز معين لما أقول متميز بمعنى أنه أخذ شكل المتعارف عليه طيب كيف أني أستطيع أنه أصنع هذا الشكل؟ هذه العملية تعتمد على التالي أنه نصنع فتقالب معين ستصوره بالبالك الآن بالبداية قبل ما ندخل بالتفاصيل فتقالب معين مثل شكل النسيج المعطوب يعني على سبيل المثال على سبيل المثال عدنا الآن نسيج الصمام نأتي ونسوف التركيب بلاستيكي ثلاث الأبعاد يعني أقوم شآني بإيدي أشوفه صمام يشبه صمام الموجود في القلب وهذا الصمام مجرد أنه شكل ثلاث الأبعاد لما نقول شكل ثلاث الأبعاد يعني مو مرسوم وإنما أقوم شاب إيدي أباعه يقول هذا الشيء صمام بلاستيكي فرضا خلي نقول بلاستيكي وهذا الصمام طبعا بهذه الهيئة إحنا لما ننسوي بداخل عفوا بالمختبر بعد ذلك بطرق معينة ندخلها بجسم الإنسان أو قبل ما ندخلها في جسم الإنسان نزرع عليه بعض الخلايا شو نسوي؟ نسوي عملية سيدينج سيدينج إلما نجيب خلايا ستم سالز قولكم تعرفون الخلايا الجذعية الخلايا الجذعية هي عبارة عن خلايا بعدها ما متمايزة بعدها ما صايرة الخلايا اللي متخصصة لأداء وظيفة معينة ثم بعد ذلك بطريقة معينة أحث هذه الخلايا على أنه تنمو عليما على هذا القالب اللي أنا بنيته اللي هو مثل الشبكة خلي نقول مثل الشبكة وبعد ذلك في داخل جسم الإنسان لما تبدأ هذه عملية النمو وعملية تمايز الخلايا راح تنمو على هذا النسيج اللي أنا بنيته بالمختبر اللي هو نسميه الدعامة ثم بعد ذلك هذه الدعامة شيئا فشئ تبدأ تنحل وتحل محلها الخلايا المتمايزة اللي هي خلايا ستم سالز إلى أن ينمو شكل نسيج جديد حتى أفهم هذا الشيء أحتاج أنه أراويكم فاتصورة معينة الآن خلنا نشوف ما موجود بالإنترنت نكتب تشو انجينيرينج ونكتب أثناء سكرافولد نجي ندخل على الإيميج خلنا نشوف ما موجود عندنا بالإيميج شوفوا الآن احنا اتكلمنا عن الدعامة طبعا هذه هي الدعامة شوفوا الآن عبارة عن نسيج صادر مثل الشبكة مجرد أنه أنا أجيش أسوي أزرع به الخلايا الخلايا الجذعية وعندما أزرع به الخلايا الجذعية سأخذ شكل النسيج اللي أنا بنيه طبعا مو بالضروري يكون هنا يكون شكل كامل يعني على سبيل المثال لو نكتب مثلا كتب here here اذن شوفوا على سبيل المثال هنا عدنا مثلا هذا صيوان اذن طبعا هذا يعني اتذكر في الأخبار نعم هذا الخبر هذا بالتسعينات انا اتذكر انه لما انظهر هذا الخبر اللي صار شنو انه بالتسعينات تجي اتذكر قناة عربية اللي سبب شنو انه بنوا دعامة خارجية لها سكافولد اذن خلوا عليها خلايا ستمسالس بعد ذلك زرعوها في فأر مختبري ويتركوها شوية شوية بدأت تنحل هذه السكافولد وحلت محلها خلايا الجذعية وتمايزت الى ان اصبحت شنو اذن موجودة في غشاء او عفو في جلد الفأر المختبري اذن واصبحت لما انتك مشها هذه عبارة عن انسجة الحيوان نفسها اصبحت بشكل الاذن او صيوان الاذن الموجود هذه هي التفاصيل شوفوا هنا انا عادة ايرغرافتد الها اخر هذه لا حي تختلف هذه وهكذا يعني بشكل عام انه انا اخذ الدعامة ازين ابني شكل هثلات الابعاد وبعد ذلك اخلي عليها الخلايا ستمسالس ثم اخلي الخلايا تتمايز شوفوا يعني على سبيل مثال لدينا هذا الشخص الان بكتورة اذن مثلا عن طريق اذن عن طريق تيشو انجينيرين صمموا له اذن هذا الشخص وبهذه التقنية علوا هاي المشاكل طبعا ليه مو بغض الاذن وانما كثير من الامور حتى اللي اعرف بي انه قلب قلب كامل انه داعي يحاولون كانوا داعي يحاولون انه تشكيله في المختبر ثم زراعته بالخلايا الخلايا وبعد ذلك شوفوا بالخلايا بسيط استطيع الطمواتنا بغادرتن النابضة النابضة للقلب بطريقة النابضة على زيادة في المعدى والتركيزين طمواتنا الحكومية بحضر الطموات الأمنى لتنمي شفافة التسجيات النابضة وضع غلطة الحقومية الشرikeus's implanters ومع مالذة بصم إما هم هناك مثلا مثلا هناك مثلا هذا بلدر مثلا و هذا هو القلب اللي مصمم بتقنية التشوير انجنيري إذاً بشكل عام اللي أريد أوصل لكم إياه ما يحدث إنه بالتشوير انجنيري إنه إحنا نصمم فد طبعا الانترنت كل الضعيف اللي نصمم إنه فد عام معينة تشبه شكل النسيجي اللي أنا أريد أخليه ثم بعد ذلك نخلي عليها خلايا الجذعية ثم بعد ذلك نحفز هذه خلايا الجذعية على النمو والتمايز تبدأ هذه الخلايا الجذعية بالنمو زيان بعد توفيع كل المستلزمات الخاصة لنموها وبعد ذلك تأخذ شكل هذا التلاث الأبعاد اللي إحنا سوينا وبعد ذلك يبدأ يتحلل هذا السكافولد وينشأ دسيج كامل متكامل طبعا عملية جدا معقدة ولكن إحنا نعنطيكم فالشيء جدا بسيط مجرد حتى نعرفكم بهذه التقنية فيقول إنه أول عملية إنه في عام 1933 لنجحوا العلماء على سبيل المثال في عمليات إنه ينقلون فد بوليمير نقلوا خلايا سرطانية بعد ما أحطوها في بوليمير منبرين يعني غشاء من مكون من مواد تكون بشكل بوليمير ثم بعد ذلك قاموا بزراعتها في البيك هذي أول تجارب الأخرى طبعا حتى أكو تجارب قديمة والتوشيو انجينيرينج هي تطبيقاتها جدا قديمة جدا من ذو زمن الفراعنة على سبيل المثال استخدموا مثلا الأسنان الذهبية على سبيل المثال وهذا نوع بسيط جدا من أنواع التوشيو انجينيرينج إنه صنعوا أسنان أو أحاطوا الأسنان المتسوسة بشكل أو بآخر بطبقات ذهبية واستخدموها لغرض يعني عملية هضم الطعام بشكل مناسب وإبدال الأسنان التالبة بأسنان مثلا الصناعية ولكن هذا فهذا نوع مثال جدا بسيط وبدائي على استخدام التوشيو انجينيرينج من بيتشيو انجينيرينج طيب ما نحتاج إنه بالتوشيو انجينيرينج بالتوشيو انجينيرينج نحتاج مكونات أربعة أساسية الأول هو السكافولد السكافولد هي الدعامة اللي تنبني أو التي تنمو عليها أو التي نزرع عليها الخلايا الجبعية اللي هي عادة نصميها بالمختبر بشكل النسيج المعطوب يكون عادة بشكل ثلاثي الأبعاد مطبوع بتقنية معينة نحن نستخدمها Growth Factors عبارة عن عوامل نمو تحفز الخلايا على النمو Extra Cellular Matrix Extra Cellular Matrix تتعلمون أن الخلايا تحتاج أنه التخلص من مخلفاتها وتحتاج أيضا إلى غذاء معين فعادة هذه الخلايا تحتاج إلى محيط هذا المحيط ينقل الغذاء وينقل منها أيضا الفضلات فتكون عادة الحشوة الخارجية أو الخارج خلوية ونحتاج أكيد السلز اللي هي الخلايا الجرعية اللي نستخدمها فننتجي الآن إلى مكون مكون بالنسبة للسكالفولد ماتيريال شوني يجب السكالفولد ماتيريال السكالفولد إذا ترجمها بالعربي معناها السقالة السقالة الشلون السكالة نسميه اللي هي عادة إذا شايفين ذول أهل البناء لمن يربخون الخيطان يخلون منها دعامة ومنها دعامة وبعدين يخلون عليها مثلا قضعة خشبية حتى يصعد عليها البنة ويلبخ فهذه ترجمة السقالة المهم عبارة عن تركيب نسيجي ثلاث الأبعاد ذات guide the organization اللي هو عن طريق يعني معنى أنه يكون هو الأساس لبناء أو تنظيم organization معنى أنه تنظيم نمو العضو عن طريق الخلايا الجرعية طبعا growth and differentiation of cells اللي هو يعني يكون الموجه إلى عملية نمو وتمايز الخلايا الجذعية بالشكل اللي تنمو علي هذا الخلايا وتكون لي النسيج النهائي اللي أنا أحتاجه قد يكون العضو قد يكون فقط نسيج بسيط scaffold must be biocompatible معنى أنه يكون متناسقة خلويا يعني الجسم ميرفضها لأنه إذا دخلت التمادة غريبة عادة أن الجسم يبدأ يحاول يلفظها فلازم أنه تصنع من مواد الجسم ما يعتبرها مواد غريبة و يلفظها and designed to meet path nutritional and biological needs أنه لازم أني أصممها بشكل يكون يوفر لكل الاحتياجات البيولوجية والغذائية إلما للخلايا اللي راح أنميها عليه إذا هذا بالنسبة لل الضغط بالنسبة للعفو الضغط 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 نحن نحن نعرف ان الخلايا الجدعية وغير الخلايا كلها تكون حاوية على رسابتوات خارج غشاءها الخلاوية فهذه البرتيدات اللي هي الـ Growth Factor نسمي من اسمها Growth Factor تحفز نمو هذه الخلايا وتحفزها على التمايز أيضا فنستخدم انه هذه المواد حتى نحفز الخلايا على انه تبدأ تنمو تنمو على سطح السكافول وتكون النسيج اللي احنا الريدان بالنسبة للـ ECM اللي هي اختصار للـ Extra Cellular Matrix الـ ECM عادة نكون قادرة على انه capable of providing the optimal condition for cell adhesion, growth and differentiation within the construct by creating a system capable of control, environment factors such as pH, temperature, oxygen tension, mechanical pores, etc. اللي اريد اقول انه عادة بالـ Extra Cellular Matrix مثل ما قلنا انه يوفر لي الظروف المناسبة حتى الخلايا تلتصق مع بعضها البعض حتى الخلايا تنمو حتى الخلايا تتمايز وبالنتيجة راح تكون لي تبني لي Concentract يعني تألف لي او تكون لي النسيج اللي احتاجه وبالتالي هذه عادة توفر لي العوامل التي تكون ملائمة لنمو هذه الخلايا يعني على سبيل المثال درجة حرارة مناسبة pH درجة حموضة مناسبة لهذه الخلايا أوكسجين عملية توفير الأوكسجين لآخره مثل ما قلنا ايضا توفر في الـ mechanical force انه تدعم نتعرفون كيف هاي الخلايا اذا تظل سائبة متل مو بالشكل مناسب فلازم اكون اللي هي الاكسرا سيولار ماتركس اللي هي الحشوة الخارج خلوية واخيرا لازم انه نحتاج ان من الى الخلايا suitable cells finally the development of a viable construct involve a suitable supply for cells that ability to differentiate into a variety of cell type with a specialized function الخلايا اللي انا احتاجها لابد انه طبعا هي خلايا جداية اللي نستخدمينها انه تكون يعني هي اللي توفر لي بالنتيجة النهائية العضو الفعال المتخصص اللي انا احتاجها زياد هل العملية بهذه البساطة او لا العملية جدا معقدة والعملية جدا جدا صعبة وليست سهلة وتحتاج مختبرات ضخمة جدا خلايا خلايا نشوف شنو التحديات 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 اللي تواجهنا في مجال الهندسة الجينية انه عملية التحديات اللي أو اقراض الى انه الطاقة بل ارتار الطاقة اول خطوة او اول تحدي احنا انواجه في عملية التش Marcus هو انه كيف نسوى الخلايا الذي هو اختيار الظروف المثلى الاختيار الظروف المناسبة لعملية الاقتبار في عملية عزل الخلايا الجذعية عملية تكثيرها وطبعا الازلائشن هو النمو برو لايفرشن يعني النموها بالتالي تحولها فانه كيف نختار الظروف المثلى لعملية اول تحدي نواجه عفوا في عملية توشو انجينيرينج هو انه نختار الظروف المختبرية المناسبة والمثلى لعملية عزل الخلايا الجذعية تنميتها ومن ثم حثها عليما على التمائز تعرفون ان عملية عزل الخلايا الجذعية لا بد ان تتم من كائن اخر وهذه الانسان هي تحفيز او التمايز تحول hetnasy عزل الخلايا الجذعية مثلا خلايا قلبية نسيج قلبي أو مثلا نسيج عضلي متخصص بأداء وظيفة أخرى مثلا وهكذا إذن هذه واحدة من أهم التحديات اللي راح أواجهها في عملية التشو انجينيرينج بعد عملية تصميم السكافولد أنا لما أجي أسوي السكافولد ماتي وأصمم شكلة ثلاثة الأبعاد بالمختبر وعملية بناء السكافولد هي عملية أيضا جدا معقدة أو سيستمات التي يتعاملها لتساعدة ومعنى التحديد من ثلاثة الأشياء في الابعادة لأن تعرفون أن السكافولد موظيفة فقط يوفر دعامه وإنما أيضا يكون بايو كمباتبل بمعنى أنه يكون يعني الكمباتبل معنى متلائم بايو معنى أنه بيولوجي حيوي فيكون إنه متلائم حيويا ويا أنسجة الجسم إنه الجسم ميت رفضا إنه يوفر الدعامة الصالبة للنسيج اللي أنا أريده مو يتمايع خلال يوم من ثلاثة يتمايع قبل ما تنمو الخلايا عليها وتأخذ شكلها إنه يكون موسام إنه مثلا يكون يوفر لي البيئة المناسبة بحيث إنه الخلايا تنمو ببساطة واتصلها المواد الغذائية زيان إلى آخره delivery system إلى آخره طيب One idealistic strategy would be to harvest stem cells from patient مزيئ يقول إنه من الاستراتيجيات المثالية اللي إحنا نفتاجها هي شين هي إنه harvest stem cells from patient أخذ خلايا جذعية من نفس المريض مزيئ expand them in cell culture بعد ذلك أنميها هاي الخلايا الجذعية أكثر عددها مثلا ثم بعد ذلك seed them on scaffold أجي أبذرها أبذرها يعني شينو يعني أنقل هاي الخلايا الجذعية إلى داخل السكافولد stem cells can become many type of specific mature cells متل ما تعرفون إنه stem cells تتميز وتصبح إنه يعني أي نوع من أنواع الخلايا اللي أنا أحتاجها زيان شين هي العملية اللي تتميز بها؟ عملية نسميها differentiation زيان عملية نسميها differentiation اللي هو التميز عندما نتطيها طبعا نحن تعرفون إنه الخلايا الجذعية في المراحل الجنينية الأولى من نشأة الإنسان الجسم هو عبارة مكومة من مجموعة من الخلايا الجذعية هذه الخلايا الجذعية تبدأ تتمايز نسيج القلب يصبح نسيج قلب خلايا الدماغية تصبح خلايا دماغية خلايا الجذعية تتحول مثلاً تصبح خلايا عضلية في القدم خلايا الجذعية تتحول إلى مثلاً أنسجة جنسية وهكذا خلايا الجذعية تصبح أذية خلايا الجذعية تصبح رحم خلايا الجذعية تصبح مثلاً على سبيل مثال نسيج بنكرياس أو نسيج كبد أو إلى آخره هذو كل يسموه شنو هذي عملية هاي يسموها عملية التمايز كيف يتمها العملية التمايز من خلال محفزات بيولوجية معينة سميناها growth factor The scaffold should then act as a template بهاي الحالة يعني كمختصر مفيد نقول انه السكافولد هو شن هو انه لابد انه يكون يعني يعمل لي ويؤدي لي الوظيفة الاولى اللي هو انه يكون قالب القالب اللي ينبني عليه الخلايا and stimulates for proliferation and differentiation of the stem cells into specific cells that will generate specific new tissue زين وبالتالي هذي الخلايا اللي انا نميتها عليه لابد انه يتم بعملية شوف الكلام كله داعين عاد نفسه انه proliferation عملية تكاثر الخلايا differentiation عملية تمايز الخلايا المن الى خلايا تولدني النسيج اللي انا اريده النسيج الجديد اللي انا اريده The tissue can either be growing on a scaffold that will completely disappear بعد ما تنمو الخلايا وتكونو اللي النسيج اللي انا اريده تبدأ السكافولد بماذا تبدأ الخلايا السكافولد انه بالاختفاع وشلون بالاختفاع تبدأ تتميع تبدأ تتميع زيان تبدأ بالعملية الادمصاص يعني عملية تبدأ بالخلايا السكافولد النسيج يبدأ يموع زيان يعني يتميع يختفي ومن ثم تحل محله شنو الخلايا اللي نمت عليها So that only new tissue will be implemented فقط النسيج اللي انبنى هو اللي راح يكون متواجد After implementation بعد عملية الزرع The tissue engineer construct must then be able to be to survive I think that's what the final thing I want انه انه اني حصرت لي نسيج ومنبنى Okay, we worked with that. قد هذا النسيج بعدين بالنهاية راح تواجهني مشاكل اخرى المشاكل الاخرى اللي تواجهني انه انا يريد هذا المسيج يبقى عايش مو يموت مو يرفض الجسم اذا هذي واحدة من التحديات الاساسية اللي راح تواجهني زين the tissue can either be ground on a scalpel that will be completely disappear زين عفوان اتنا و صندق so that only after implementation بعد عملية الزراعة the tissue engineer construct must then be able to survive لازم انه يعيش يبقى restore normal function اتكون لنسيج بس ما اشتغل يعني على سبيل مثال زراعتاني خلايا سوات شكل قلب جبتها بالمختبر سوات اسكافولد بشكل القلب نميت عليها خلايا الجدعية خلية تتمايز حفزتها صعب لنسيج قلب متكامل بس النسيج القلب و هذا شنو الخلايا القلبية ما تنبط اذا هذا شنو unfunctional على الرغم من انه حصرت شنو حصرت نسيج قلب متكامل اذا واحد من الامور الاساسية انه اول شيء انه الخلائع تنمو الامplementation يطيني functional tissue بعد اكزامبل طرعا هنا منطينا بايو كيميستري عن بث ميكانيكال ان ستركشور انتغريتي يعني كيميائية النسيج اضف الى ذلك ستركشور انتغريتي انتغريتي معنى صلابة النسيج عن انتغريتي و انتغريتي و انتغريتي تشوف بعض الاحيان انا عدي نسيج معطوب و ابدله بس الداير مدارة من الانسجة هو انسجة صالحة فبالتاني انشأل اي نسيج يلمو و يحل محل النسيج المتعطوب و يتكامل ويا من الانسجة اللي داع المدارة يتحد ويا النسيج يعني يصير عملية تكامل ويا من الانسجة المحيطة اللي يقولك انه اذا تاخذ لي مثلا خلايا جذعية من نفس المريض ما تجمل يبيها مشكلة öllها من الأخير و يبعنا اتشاره بلمشتر الحل اذا تخذ لي مثلا خلايا جذعية من نفس المريض من نفس المريض لما تأخذ هذه الخلايا الجذعية وتنميها بالمختبر وبعد ذلك ترجحها إلى داخل المنسيج وتنميها على السكافورد والسكافورد يحل محل النسيج لا يصير عملية المنسيج لأنه تعرفون لما نحن نقل عضو من إنسان إلى إنسان آخر حتى وإن كان نفس النسيج إلا أن الجسم يبدأ حتى وكان هناك توافق نسيجي بين المانح والمستلم إلا أن الجسم هناك عمليات رفض تهدف فنفس العملية أيضاً بتشوى إنجينيرينغ همات لما نكون النسيج بعض الأحيان حتى وإن جبنا خلايا stem cells من أناس آخرين وهي خلايا بعدها ما متميزة ولكن مع ذلك بعض الأحيان الجسم يرفضها لذلك الأفضل إنه اختيار stem cells من نفس المريض نجسها نتكلم عن cell cells اللي هو مصدر الخلايا مين نجيب هذا الخلايا؟ Probably the single most important element in the success of tissue engineering is the ability to generate appropriate number of cells لازم إنه يعني الأمور يعني واحدة من الأمور الأساسية لنجاح 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 عمليات التشوى إنجينيرينغ هو إنه الخلايا الخلايا اللي أنميها زين إنه لازم أنمي عدد مناسب من الخلايا اللي أنا استخدمها اللي هي الخلايا الجرعية ليش؟ لأنه عادة لما أستخدم خلايا كثيرة هذا رح يعني too many cells can be just as the terminal as too few يعني بعض الأحيان إنه لما أنا ألمي خلايا جرعية وأخليها على النسيج وأحاول أحصل السكافولد هذا قد يكون إلى سلبيات مشابهة عفوا هذا قد يكون إلى سلبيات مشابهة تماما إلما للمشاكل اللي أواجهها من الخلايا الجرعية اللي قليلة فلابود إنه يكون اختيار كمية الخلايا الجرعية اللي ألميها على السكافولد يكون مناسب لا هواية ولا شوية بعد إذن هذا الشرط الثاني الشرط الأول إنه ما نمي خلايا كثيرة ولا قليلة لازم الخلايا يكون بعدد مناسب بعد وهذه الخلايا لازم إنه لأنه عادة هذه الخلايا رح تأثر لي بعد ذلك لما ينمو النسيج رح يأثر للكثرة أو القلة مالتها بعد تكون هذه الخلايا قادرة على التمايز كون قادرة على إنه تحفظ لي شكل النسيج المظهري وبعد ذلك إنه تنجز لي البيولوجيكال الخاص بذلك النسيج اللي أنيميته على سبيل مثال كون قادرة على التمايز كون قادرة على التمايز كون قادرة على التمايز تتعرفون إنه الإكسرا سيلور ماتريكس هو عبارة عن مادة حشوية تكون محيطة بيمن بالخلايا فلابد إنه هذي الخلايا لما تنمو أيضا هي تنمو طبعا على الإكسرا سيلور ماتريكس اللي أحنا نورفرها وأيضا هي أيضا تنتج بعض الأحيان تفرز هذه المواد اللي تكون ملائمة هذه إلها وظيفة أخرى أيضا إكسرا سيلور ماتريكس إنه أيضا تساعد بالكوركت أورجنزيشن يعني بالشكل الخلوي النسيج شلون يبدأ ينبني طبعا لما نقول إكسرا سيلور ماتريكس هو عبارة عن بروتينات زيان تكون محيطة بالخلايا واللي هي عادة تكون عادة مثلا على سبيل مثال الكولاجين بروتين الكولاجين اللي هو الموجود في العظام بعد من المميزات الأخرى إنه secret cytokines and other signaling molecules طبعا السيتوكينات والother signaling molecules هي عبارة عن growth factors هي عبارة عن growth factors فبالتالي هي اللي 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 أنا يعني تفيدني في عملية التمايز بعد إنه من أسس النجاح لعملية tissue engineering إنه يكون أكو interact with the night pouring cells tissue وهي ذكرناها قبل قليل إنه بعض الأحيان عدي نسيج معطوب لما أجيب داخل محلة اسكافولد معين من المفترض إنه الخلايا اللي تتمايز لما تنبني على هذا السكافولد تلتحم وياما ويالخلايا اللي مجاور إلها بزيان يعني إحنا مثلا نسميه مثال صمام القلب أرد أبدل بزيان لما أجيبه وألميه وكذا شي وأداخله بجسم الإسان لابد إنه هذا الصمام القلب مثلا طبعا إذكرنا مثال صمام القلب وهو مثال صراحتين غير مناسب مئة بالمئة خلنا ننتقل على صيوان الأذن مثلا لابد إنه هذي الخلايا اللي نمت على صيوان الأذن على السكافولد تلتحم وياما ويالخلايا القريبة عن السكافولد اللي هي المكملة إلها حتى تصير عملية لحم إلما للعضو اللي آل بنيته وياما ويالأعضاء والأنسجة والخلايا المحيطة وياما دائر مدائرة طبعا هذا راح يطيني خلوة تتقوى قد نفس الهاتف ما هي المشاكل اللي تمتجني؟ يلي السلطح في الفيادة بهذا السكافولد ليس الفيادة وياما ويعمل خلالة أستمر ويعمل النظام هذا كلام المتوقع هو كل نفس الكلام اللي اشرحته مجرد انه هنانا نمطي مثال عليمن على الخلايا الفايبروبلاست اللي هي عبارة عن خلايا جلدية استخدموها في هندسة الحارت فالو اللي هي صممات القلب حسنا بالتالي هنا لدينا السيلسورز هوا عملية جدا مهمة وأساسية والكلام هنا هو كلام عام يعني ما لا علاقة بالسيلسورز فهنا تكلمنا على السيلسورز وكهنا الكلام هو كلام عام المتوقع بشكل أساسي لأجي الى السيلسورز هوا عندنا المصادر من اجيب الخلايا الخلايا هي عادة عادة نرى المصادر أول شيء عندنا الـ primary cells اللي هي الخلايا الأساسية أو البدائية الـ primary cells هي عبارة عن mature cells عبارة عن خلايا متخصصة of a specific tissue type that are harvested from ex-plant material removed by surgical procedure عبارة عن خلايا هذه الخلايا موجودة في أنسجة معينة هذه الخلايا نحصل عليها بعد عملية جراحية لإزالة هذه الخلايا من الجسد على سبيل المثال عندنا خلايا الأوستيو بلاست خلايا العظمية خلايا المكونة للعظم هذه الخلايا عادة من تأخذ؟ تأخذ من femoral heads اللي هو شايفين عظم الفخض مثل قدم عظم الفخض إذا سأدقل القرر فأنا نضع نضع بلاست خلايا اللي هو عظم رأس فخض القدم يسموه femoral heads المترجم للقناة 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 يستخلصون دم الفيتس الذي هو الجنين حتى يظهرون معده خلايا جرعية يعني وكأنه يستخدمون الإنسان لأغراض علمية على كل ما فهذه الخلايا الخلايا السنسلز يأخذوها من الإمبيريون ومن الفيتس الذي هو الأجنة طبعاً وهذه أيضاً موجودة في اللغة العربية اللي تخرج أثناء عملية الولادة ويالطفل السرة أو الكذا من الممكن أيضاً عز الخلايا الجرعية مية من الخلائل من الإنسان مية من الأدولت ولكن عادةً مثلれた خلايا الجرعية يعني أنه تمايز هذا الخلايا الجرعية المعزولة عادةً من الإنسان يكون مختلفة إمبريونيك cells are the most pluripotent, they have the potential to become the most different type of cell under the right condition The stem cells are the most important part of the cell under the right condition The stem cells are the most important part of the cell under the right condition The research is focused on promoting cell differentiation to require lineage, purification of consequent cells, confirmation that there is no residual carcinogenic potential in the cell population and implementation in a form that will replace or augment the function of disease or injury tissue An initial step is selection of the most appropriate stem cells to form the required tissue The stem cells are the most important part of the stem cells In terms of the stem cells, we have a second part of the stem cells that are the most important part of the stem cells Everyone carry around their own repository of stem cells that exist in various tissue niches include bone marrow brain liver and skin as well as in the circulation 요� activities While the stem cells are more especial The stem cells are the most important part of the lame معظم خلايانا هي اتميزة الغالبية العظمى من خلايانا هي اتميزة بالكونة ولكن ايضا موجود في جسمنا في اماكن مختلفة موجود في الجلد في الدماغ في الكبد في الى اخر كمية قليلة جدا حتى في الدم موجودة كميات شبه منعدمة ولكن موجودة هي خلايا عندنا خلايا خلايا stem cells هذه وظيفة الله سبحانه وتعالى جعلها لأداء وظائف معينة اللي هو انه قد تتميز في الاماكن اللي يصبح بها ضرر بشكل مشوئي هذه الوظيفة كانت تكون لديها الوظيفة الوظائف منوطن وظيفة الوظيفة لكنه لا يمكن أن تظهر بشكل مفرح بلستيك بسيطة بسيطة بلغة الوظيفة بسبب هذه الخلايا عادة انها القدرة على التمايز في داخل الانسان تكون عادة الوظيفة وتتميز بأنه لها نوع من المرونة عادة انه قد تتميز في خلايا معينة تتميز في نسيج آخر وحكذا هذه الخلايا ثياري يعني بشكل ثياري نظري هذه الخلايا من الممكن انه اخذها من الانسان وبعد ذلك انه نقوم بزراعتها ومن ثم نضعها وين في النسيج اللي احنا هندسنا اللي هو السكافولد وبعد ذلك لما نعيد ارجاح الى الانسان become necessary by passing the need for immunosuppression ونتجنب عملية immunosuppression عملية الكبح المناعي أو عملية الرفض المناعي however as mentioned above مثل ما ذكرنا سابقا for some stale side problem with the accessibilities it is not easy or desirable to tap stem cells in the brain يعني انه مو من سؤول انه انا اجيب خلايا احصل على خلايا جدعية مثلا من البرينت يقول انه قد تكون خلايا جدعية ااخذها من خلايا الدماء عملية مجدا صعبة وشبه مستحيلة ما اقدراني اعزم مثلا خلايا جدعية اضف الى ذلك انه low frequency وشبه نادرة قد نحصل على خلية واحدة من خلايا يعني نلقي خلية واحدة ضمن مئة الف خلية محيطة بها اتمايزت وتكونت ها اتمايزت قد ايضا تتأثر هذا حتى هذا العدد ايضا يعني هذا على سبيل مثلا خلي قل نفرض انه الان نعزي خلايا جدعية من دم انسان بالغ انسان تمايزة خلايا الخلايا الجدعية الموجودة في الجهاز الدوران على ثن تكون شبه نادرة عفوا شبه منعادمة لانه من كل مئة خلية قد تلقالك خلية واحدة عملية عزلها واخذها عملية جدا صعبة ولذلك فيوروتيكلي انه نحن نظريا نقول انه يمكن عزلها من الامبريونيك ولكن عملية وتطبيقيا فالشيء جدا صعب اضف الى ذلك انه عملية نمو هذه الخلايا ايضا اكو لميتيشن بهذه العملية وبالتالي فهذا راح تأثر لي كلها بعملية نجاحة لتوشو انجينيرين ولذلك احنا دائما نعتمد على يمن نعتمد على الخلايا الجدعية اللي مأخوذة من الامبريونيك ستيم سالس نحن نشوف شنو امبريونيك ستيم سالس اكو بعض المسائل الخلقية المشكلة انه احنا عادة لما نعزل هذه الخلايا من الانسان من الاجنة هل هذا العمل خلقي يعني هل هذا العمل من اخلاقيات البحث العلمي هل هذا العمل يتلائم واخلاقيات البحث العلمي ام لا يتلائم اذلك دائما اكو مشاكل بهذا المجال يعني على سبيل المثال انه احنا عدنا هذه العادثة هذه المشاكل اللي تحدث على كل ان هذا الموضوع بعيد عن حضراتكم فهذا ايضا تركوا هذا الموضوع احنا عدنا الآن هذه الثلاث مقاطع ترك البقية كلها مطالبين بها حضراتكم بعد ذلك اكسرا انفورميشن قد نشوف هنا عدنا معلومات اخرى هذا الامبريونيك ستيم سالس اتكلمنا عمنا سابقا ولكن هنا اكو تفاصيل كثيرة جدا حضراتكم ما مطالبين بيها لذلك تلغم المحاضر والاوضل انه اني الغيها من هساء حتى حضراتكم ما تدخون به اكسرا انفورميشن هذي الاكسرا انفورميشن هي عبارة عن نفس المعلومات ثلاث مصطرحات اساسية لدينا ثلاث مصطرحات اساسية اللي هو بالكيشو انجينيري لدينا ثلاث مصطرحات اساسية يجب الانتباه اليها الاول اللي هو والثاني اللي هو والثالث اللي هو الاول 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 لعمليات التشو انجنيرينج لما نريد نستبدل whole organ replacement يعني نستبدل عضو كامل من جسم الإنسان بعضو كامل تم تصنيع بالتشو انجنيرينج بينما الهستيو conductive نستبدل جزء أو جزء يعني missing مفقود يعني جزء معطوب يعني قد يكون مثلا بعض الأحيان إنسان معين يتعرض إلى حادث معين وانقطع عضو معين من جسمه أو بعض الأحيان يصير damage يعني فشل فشل فسلجي معين في جسم الإنسان يستبعي إلى إجراء عملية ومن ثم بترة المن هذا الجزء مين من نسيج عضو يعني هناك السال هو عملية استبدال عضو كامل الهستيو inductive هو عملية استبدال جزء من عضو بينما الهستيو inductive اللي هو بها اللي هو بها المقطع inductive بدل من conductive مزين conductive inductive هستيو يعني نسيجي هستيو معنى نسيجي substitutive من substitution عملية استبدال وهنا نقول هستيو conductive هستيو inductive هستيو inductive هستيو inductive شنوه هو عملية approach facilitate self repair and may involve جين ثرابي لما نقول هستيو inductive عملية أصلح بيها الضرر اللي حدث للعضو اما عن طريق تدخل انسان مثلا باستخدام تقنيات الجين ثرابي اللي استخدامها او جسم بعضه يعني نفسه يصلح هذا الضرر اللي حدث له زين فهذه ثلاث مصطلحات ينبغي الاهتمام بها عدنا a number of criteria must be satisfied in order to achieve effective يعني عدنا criteria معينة صفات اساسية حتى تحدث عملية تشو انجينيرنج بشكل ناجح بعد وتكون يستمر العضو اللي انا صلحته لدمج ما كل العضو اللي كان بدمج واللي تم تصطيحه لازم انه يستمر لفترة طويلة شين هده الكريتيريا الاساسية لنجاح تشو انجينيرنج اول شيء لازم عدي un adequate number of cells must be produced to fall the defect لازم عدي عدد ملائم ومناسب من الخلايا التي انتجت والتي تكون قادر على اصلاح الضرر بعد cells must be able to differentiate into desire phenotype لازم انه تتميز الى الشكل الاساسي اللي هي الملتلة بعد cells must be adopted appropriate three dimensional structure support scaffold and produce extra cellular membrane matrix لانه الخلايا تأخذ شكلها three dimensional طبعا هذي عبارة عن اعادة الكلام اللي اعلى مجرد انه تلخيص بعد الخلايا تكون قادرة على انه يكون اكو رابط ميكانيكي وشكلها يكون متنائم ويا من ويا الخلايا اللي الها قريبا native cells الخلايا اللي داير مدايرها بعد cells must be successfully be able to integrate with the native cells انه تندمج وياها زيان يعني مو فقط انه تكون متلائمة مناعيا وانما ايضا تندمج وياها مثل ما اذكرنا ايضا بالكلام السابق وقلنا انه لا بد انه ما يكون الخلايا حتى ينجح عملية الكيش انجينيك لا بد انه ما يكون عملية هناك رفض مناعي زين حتى خلصنا ما بقاشي لجمعي لأنه عملية النومات والمتشارات سمتشارة في التشعر ومع ومع المتشارات ومع المتشارات سمتشارة الاستخدام that can be programmed to differentiate into specific tissue type هذه عادة الـ adult stem cells الخلايا الجدعية المعزولة من الإنسان إنه تكون غير متميزة وممكن إنه تتميز إلى خلايا أخرى ولكن بها سلبيات اللي عملية عزلها إلى آخر they can be found in bone marrow, blood, corn هذا الكلام كله واضح embryonic stem cells are divided from the inner cells mass إلى آخر هذا أيضاً كلام جداً واضح هو يتكلم معنا خلاياة الآن من إلعابة الـ culture condition وماذا عني هذه أنميها as indicated above مثل ما ذكرنا سابقا by manipulating من خلال التلاعب بمن بالculture condition لما ننمي هذه الخلايا نحن نتلاعب بالظروف مالتهم under which stem cells are maintained it is possible to control or restrict the available differentiation pathway and selective generate culture enriched with the particular phenotype إنه بعض الأحيان أنا أتحكم بالظروف اللي يتمي بها الخلايا الجذعية بحيث أوجهها إنه تتمايز باتجاه النسيج اللي أنا أريدت المبيه جيد على سبيل المثال إنه هذه الخلايا أوفر لها فالنوع من growth factors اللي هي شنو؟ اللي هي السايتوكينات اللي هي الأمينو أسيد اللي هي بروتينات مختلفة أيونات هذه كلها أخليها ويا من co-culture يعني أخليها ويا الكالتشر مالتها جيد ويا من بعد ويا الخلايا اللي أنا أريد أن أميها هذه كلها تدفع باتجاه معين لتمائز الخلايا بنمط فينو تايب خاص عفوا فبالتالي هذه الأمور هي أمور جداً جداً مهمة حتى يستحدث لعمليات التمايز ها هي الكلام الباقي اضاً مغضح هذا الكلام الباقي اضاً مغضح تجي إلمن إلى الثري ديمينشيال الانتراجش الخلايا حتى تنمو الديمينشيال الديمينشيال ما تلسكافل اللي أنا صممته حتى يحدث حتى يدي الوظيفة اللي ملائمة مالته اذكرنا أنه من الأمور الأساسية أنه يكون قادر على الالتحام ويا الخلايا المحيطة بي ويا الخلايا المجاورة إلا لأنه إذا نسج مالتحام ويا الخلايا المحيطة بي بشكل صحيح وبشكل مناسب العضو هذا يصبح سائب وبالتالي راح يتعرض إلى مشاكل كثيرة وبالتالي هذا العضو اللي أنا نميته أو جزء من النسيج أو جزء من يعني عضو معين راح يواجه عمليات الرفض الخلوي سيلاند سيل التفاعل بين خلايا مع الخلايا المجاورة سيلاند إكسترا سيلور انتراكشن تعرفون أن كل خلايا لما تذنو على الإكسترا سيلور ماتريكس زين هذه عملية ترابط اللي حدوث بيناتها انتراكشن لما أقول انتراكشن معنى انه عملية ترابط زين are coordinate تتنسق تكون متناسقة مع بعض هالبعض زين وبالتالي تطينا البروتينات هذه عادة الارتباطات شو نصير تصيب عن طريق adhesion molecules خلايا لاسقة هذه الأمور 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 الأساسية كلها الـ define 3-cell structure راح يساعد لي بشكل أساسي إنه في عملية التمايز cell signaling growth الـ 3-D structure جدا جدا مهم عدنا مواد طبيعية و مواد مصنعة نحن نستخدمها حتى نحفز السكافولد طبعا السكافولد بالنتيجة النهائية الشيء راح يصير السكافولد بعد ما ينحلب جسم الإنسان راح يصير عبارة عن الاكسترا سيلور ماتريكس لأن الاكسترا سيلور ماتريكس هي اللي تحل محلة وهي اللي تطي دعامة علما للخلايا اللي تنمو عليه السكافولد فور تشو ريبير شنو الصفات السكافولد خب اجيب اكلمتها اتقللي اول شي نون توكسيك مو اجيب مادة سامة بداخل جسم الإنسان و تكون سامة بعد بايو كامباتيبول معنى انه تكون متلائمة ما يصير بها عملية ترفض لما تنمو بايو ديجردابول انه لما تنمو عليها الخلايا تبدأ تنحل خلويا بداخل جسم الإنسان و لما تنحل ما تكون سامة و تكون سامة الخلايا اللي أنميها عليها واللي أريدها تتمايز بالشكل اللي أنا أريده تكون هاري ملائموية طبيعا مصنوعة منعتها زيان و تكون يوفر للدعامة يلتحى مو يا خلايا اللي داير مدائرة يوفر للشكل اللي الأخير اللي تنمو عليها وتكون لابد انه بيه مواصفات كثيرة غير سام سريع التحلل ما يولد لاستجابة مناعية ويوفر الدعامة اللازمة للمول الخلايا الجرعية هذه بشكل عام هي المحاضرة اللي حد هنا انتهت اتمنى من حضرت انه تكون المحاضرة مفيدة بيها بعض المصرحات شوية صعبة ولكن بشكل عامي المحاضرة يعني حقيقة قصيرة عبارة عن 3 صفحات تقريبا اذا كان هناك اي سؤال عن التشو انجينيرينج او اي شي غير مفهوم رح نفتح باب المناقشة ان شاء الله شكرا جزيلا لحضراتكم وانترقيكم في المخاضرات القادمة